ذكر سيداتها قبل قليل بأن معلماً من كل اثنين في المدارس يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية ويتجنبون عدداً معيناً من النصوص حول تاريخ فرنسا بالقول إنها إشكالية بما أننا نتحدث الليلة عن العلمانية هناك تدخل إسلاموي في المدارس وهناك ضغوط يمارسها أصليون دينيون خارج المدرسة وداخلها لذا يجب أن تكون الدولة جنباً إلى جنب بشكل منهجي ودائم مع اللجان التربوية هناك صبيتان الأولى فرنسية مغربية والثانية فرنسية أرمينية قالتاني إنهما شعرتان بالإحانة بسبب الاقتراح الموجود في برنامجكم السياسية سيد بارتلا والذي يقول إن الفرنسيين من مزدوجي الجنسية لا يملكون ما يكفي من الثقة لتسلم مسؤوليات مناصب حكومية وكانت السيدة ماري لوبان قد اقترحت قانوناً يمنع مزدوجي الجنسية من تسلم مناصب حكومية قبل خمسة أشهر وهذا في الأصل اقتراح جام ماري لوبان وهو من عائلتكم السياسية والحال أن ثلاثة فاصل خمسة مليون من مزدوجي الجنسية يشعرون بالإحراج والإهانة هناك تسعة عشر مليون فرنسي أسلافهم أجانب أي فرنسي من كل أربعة وأعتقد يا سيد بارتلا أنه عند وصول أسلافك إلى فرنسا فإن أسلافك السياسيين قالوا ما قلته اليوم وبرأيه إنه أمر مثير للعجب أن تتخذ موقف أسلافك السياسيين مجموعة نقاط قيلت هنا طبعا لمن لا يعرف أكيد أن أخواننا خاصة لفرنسا يعرفوا اللي يتابعوا رمي يعرفوا اللي كان على يسار الشاشة هو بارديلا هذا الشاب من اليمين المتطرف عمره 20 سنة اللي كان في الوسط كان أطال وهو رئيس وزراء عين قبل شهرين أو ثلاثة في فرنسا وهو أيضا شاب يعني في منتصف الثلاثينات واللي كان على اليسار أو على اليمين الشاشة هو من ما يعرف اليوم من تجمع الفرنس بوبيلير وهو تجمع لليساريين أغلبيتهم اشتراكيين والشعيين والخضر وحزب فرنسا الأبية أو الفرنسان سوميس لميلانشون خاصة هو المشهور في هذا النقاط يعني لأن الموضوع طبعا ممكن تبعتوه البارح وكان دام مش عارف يمكن دام حوالي ساعتين اللقاء أنا ما تبعتوش لكن شفت بعض المقتطافات شفت بعض المقتطافات هنا كي النقطة هنا النقطة اللي نقشوها هي نقطة الأجانب مزدوجي الشخصية أو مزدوجي الجنسية بارديلا طبعا والحزب اليمين المتطرف بقيادة بنت سفاح قال لك أنهم قرروا بأن مزدوجي الجنسية ما يأخذوش بعض المناصب الحساسة بمعنى أنه فرنسيين يعني تجده طبعا هنا مش يتكلموا على الأوروبيين يتكلموا على الفرنسيين وخارج الأوروبيين أوروبيين بالقارئ الأوروبيين عندهم الحق في نفس الحقوق مع الفرنسيين لكن يتكلموا على الفرنسي اللي من أصول مغربية جزائرية تونسية سينيغالية كوديبوار إيران تركيا من أي أصول أجنبية من أمريكا الجنوبية أو يمنعوهم من مناصب حساسة دائرين قائمة طويلة من المنع طبعا يعني ليتها جهت فقط في المناصب الحساسة يعني قضية الهجوم اليمين المتضرفة على اللي من أصول أجنبية هجوم عنيف أرد عليه الثالث نسيت أسمه اللي هو من جماعة الفرنبوبولار أو الجبهة الشعبية تعالي يساريين قالوا أن 19 مليون اللي هما ربع الفرنسيين في الحقيقة 19 مليون هو مش ربع 19 مليون هو 3.5 يعني 30% 30% من الفرنسيين فرنسا ما هيش 80 مش 76 مليون فرنسا أقل تقريبا 30% قالوا 19 مليون فرنسي هم من أصول أجنبية يعني تقريبا واحد من كل ثلاثة وقال واحد من كل أربعة من أصول أجنبية وقالوا أنت شخصيا من أصول أجنبية يعني أجدادك أجانب أجداده إيطاليين وجزائري يعني جده لأمه جزائري وجده لأبيه إيطالي وكانت يعني مجموعة جنسيات يعني قالوا أن المدرسة السياسية التي تنتمي لها والتي رأي تعارض الآن وأنت تعارض الأجانب كان عندها نفس المنقف من والديك أي أن اليمين المتطرف يمين المتطرف هو جدا دائما كان عنده منقف نفس من والدين هذا أو جداد بردينه طبعا هذه وحدة من نقاط الضعف تعبار ديلا لكن هو يعتبر نفسه أنه هو من الأجانب الذين اندمجوا تماما وكان يخبي قضية أن نجده لأمه جزائري هذه كان يخفيها أو يطفي عليها الضوء كان يظهر فقط البعد انتاعه أنه إيطالي حقيقة أن فرنسا هو متعدد قال 19 مليون أنا أتصور أن العدد أكثر من ذلك بكثير لأنهما في الغالب يتحطوا على المسلمين ما يقتلوش رقم دقيق لا يقول له في حدود 6 ملايين وأنا أعرف أن هناك خبراء وتحدث معهم بعض المسلمين قالوا لي أن المسلمين أكثر من 10 مليون وربما يصلوا 12 مليون ولكن الفرنسيس يخبوا هذا ويغطوا هذا بردين لو يتحدث قال له هناك تدخل انتاع الإسلاميين والأصوليين في التعليم الفرنسي واحدة من الأكاذيب الكبرى واحدة من الأكاذيب الكبرى أكبر اضطهاد يتعرض له المسلمين في الغرب هو في فرنسا هذا مش قولي أنا هذا قول الأمم المتحدة قول الاتحاد الأوروبي قول المحاكم الأوروبية محكمة الأوروبية أكثر من مرة تقول ذلك تعطي حقوق لبعض المسلمين اللي رفعوا لها قضايا وصلت لهم لأمم المتحدة آدانة فرنسا عدة مرات أنها لا تقف نفس الموقف مثل الدول الأخرى كاين شوية عنصرية كاين في بريطانيا في إسبانيا في إيطاليا كاين في ألمانيا كاين لكن ليس الحد التعفرنسا ولذلك كثيرين راهم يغادروا أو يفكروا في المغادرة خاصة لهم عندهم إمكانيات مادية معتبرة أو معقولة وإمكانيات أنه يجد مناصب إلى آخره أنا أعرف أن هناك هناك من أعرفهم أنهم يفكرون في المغادرة مغادرة فرنسا وبعضهم غادر طبعا كاين بعض الناس يقول لك إلى أين طبعا السؤال هذا مطروح كاين كثير من الدول كاين كثير من الدول خاصة الناس اللي عندهم يعني شهادات عليا خاصة إذا كانت في التكنولوجيا وحتى في مجالات أخرى في الطب مثلا بريطانيا تحتاج لأطباء بشكل كبير جدا ولو يجولي من فرنسا وعندهم شهادات فرنسية يعني يجدون بسهولة فهناك كثير من البلدان فيها العنصر في الغرب فيها العنصر أقل بكثير وفيها القوانين تحمي اللي هما من أصول أجنبية أو أجنب سواء في الغرب أو في دول أخرى كاين دول أخرى أيضا ناس تفكر خلينا ناس تفكر يوسعوا التفكير كاين طبعا الولايات المتحدة كاين كندا كاين دول في أمريكا الجنوبية كاين دول في أفريقيا كاين دول حتى في العالم العربي الإسلامي وبطبيعة الحال دول في أوروبا لماذا نقول لو كان جا عندنا نظام قوي في الجزائر وما عندناش هذه الخصومة ما بين النظامين المغربي والجزائري وهذا التعطيل للمنطقة المغاربية كلها لو كان الأنظمة في الجزائر والمغرب وتونس خاصة هذه الثلاثة يستطيعون أن يسترجعوا مئات الألف ليخدموا هذه البلدان الثلاثة يخدموا بلدان منطقة المغاربية لو كان جات الحدود مفتوحة والتعاون موجود والاقتصاد موجود والأخوة والتضامن نحن العنصريين في فرنسا أو في أوروبا يتهجمون علينا ويهاجموننا ويشيطنوننا ويشيطنون أوصولنا وديننا وتاريخنا ويشيطنون كل شيء ونحن الناس متسارعة ومتشيطنة داخل المنطقة أين العقلاء اللي يقول بالعالم رأي يتغير بشكل سريع وسريع جدا خلونا من المناوشات الصبيانية هذه خلونا من التشايلدش هذه نونفونتياش خصومات المراهقين كل المشاكل اللي موجودة ما بين الجزائر والمغرب لا حلول وحلول سريعة في حين أن ملايين من الجزائريين والمغاربة والتوانسا هاهم يتعرضون لضغوطات وضغوطات شديدة هذا نهيك على القضايا الأخلاقية اللي هي أصلا كانوا يعانوا منها قضية الجندر وقضية ما يسمى بتدريس الجنس يدرسوا الجنس للأطفال اللي عمرهم خمس سنين وست سنين ولا أحدث قلاقي لداخل الأسر لكن الناس وين تروح مرة أخرى قلتي بعض الناس وين يقول أنا لا أنصح بالجزائريين اللي مقيم من فرنسا أن يروحوا للجزائر لا أنا لا أنصح لأن فرنسا فيها مسائب كبيرة وكوارث واللي جاية هو أسوأ لكن للأسف الأوضاع في الجزائر سيئة جدا يعني فرنسا يقول المشكلة تعك أنها عنصرية أن الكاراكلوم أو السيلابيس في المدرسة أو في الجامعة الحجاب بتاع المرأة أو الصلاة يعني بالجزائر المشكلة تع الماء مشكلة تع الكهرباء مشكلة تع البراجات مشكلة تع الحقرة مشكلة تع الرشوة المشكلة تع الفساد العارم بمعنى أنك ستواجه صعوبات أكثر بكثير من الصعوبات والإشكالات التي تواجهها فرنسا أرض الله واسعة لكن أكيد يعني في كتابات فرنسية الآن وغربية كلها تتحدث على أن فرنسا لكن المشكلة في الحقيقة ليس فقط للمهاجرين والأجانب واحدة من أكبر الإشكالات تعالى الانتخابات التي صبر الآراء الآن ستقول بأن اليمين المتطرف سيحصل على 35% يمين المتطرف تعبنت السرفاح فقط لرسومبلومو ناسيونال تجمع الوطني وإذا أضفنانه آخرين قد يصلون إلى 40% ومعتقد أن اليسار المتشكل في الفرنسا في الجبهة الشعبية قد يحصل على 30% والتقديرات تقول في عمومها أن ماكرون ومن معه يحصلوا على 20% ماكرون سيعيش ثلاث سنوات بقيت له الانتخابات سيكون وضعه صعب جدا وسيضطر إلى التحالف يا إما مع الجبهة الشعبية بشيشك الحكومة يا إما مع الجبهة الشعبية وإما مع اليمين المتطرف هو ماكرون رح يواجه في اثنين تخيلوا لأول مرة يتحدث ماكرون قبل عشرة أيام تحدث نتنياهو على أنه يجب لا نسمح بأن تكون حرب أهلية في إسرائيل أمس أو أول أمس تحدث ماكرون أمس قال إن اليمين المتطرف واليسار المتطرف برامجهم سيقودون إلى حرب أهلية في فرنسا قبل أربعة أيام وخمسة أيام وثاني كانت قبل شهرين ترامب تحدثها على أن أمريكا قد تشهد حرب أهلية وقال لهم إذا ما فستش في الانتخابات فإن أمريكا ستدخل في حرب أهلية هذه الدول الثلاثة لتبعني هنا كنت ذكرتها منذ سنوات وأعدتها عدة مرات قلت هذه الدول الثلاثة هي الأكثر مرشحة لأن تشهد حروب أهلية الآن اسمعنا من ثلاثة من قياداتهم أو رؤساءهم كلهم يحذرون من مخاطر الحرب الأهلية الحرب الأهلية في فرنسا محتملة ومحتملة جدا صحيح ليس حتمية لكن محتملة ومحتملة جدا فرنسا دخلت مرحلة اضطرابات هائلة والاضطرابات لن تكون في فرنسا فقط وإنما ستكون في الاتحاد الأوروبي لأنه إذا حصلت بنت السفاح على أكثر من 35% مثلا 42% من المقاعد وحلفاها حصلوا على 9% و10% ستقوم بتشكيل الحكومة وإذا شكلت الحكومة فالمشكلة الكبرى ليس فقط لأصلهم من مسلمين أو مهاجرين أو نورث أفريكا لا مشكلة أيضا للاتحاد الأوروبي وفرحة كبيرة عند بوتين فرحة شديدة طبعا قلق شديد عند العنظمة التي تحكم الجزائر والمغرب وتونس وخاصة في الجزائر خاصة في الجزائر لأن النظام في الجزائر وضع بيضه كله في سلة ماكرون اللي الآن في أفضل أحوال سيحصل على خمس المقاعد والاحتمال 99% أنه لن يستطع تشكيل الحكومة وإذا شكلها فإن التأثير اللي يتحالف معه سيكون أقوى منه سواء كان مع اليسار أو كان مع اليمين المتطرف طبعا بالنسبة لإخواننا اللي يسألوني كيف ينتخبون أكيد ليس اليمين المتطرف وأقول أيضا أكيد ليس ماكرون أنا أرى أن إذا انتخبتم وأنا أدعو الناس أن تذهب وتنتخب ينتخبوا على الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية هل لدى المسلم مشاكل معها؟ نعم كأن هناك مشاكل خاصة في الجانب الأخلاقي لكن الجانب الأخلاقي إذا رمشترك فيه جماعة ماكرون واليمين المتطرف وقضية المثلية وقضية تدريس الجنس ربما ربما إن شاء الله بلك حتى في اللايب القادم نزيد نتكلم ونشوف ما هي الإشكالات الكبرى داخل كل هؤلاء لكن في هذه الحالات دائما الإنسان ينظر ب أخف الأضرار لم يكن أرمو أو لم يكن أرمو يعني الإنسان يشوف أخف الأشراء الشرين أو أخف الأضرار أو مهوش لأنك مكش في حالة وإن هذا أبيض أو هذا أسود والاختيار واضح الرحناء أو هذا إيجابي وهذا سلبي والاختيار واضح الرحناء لا هنا كاين كثير من النقاط أكيد أن اليمين المتطرف لديه بعض الإيجابيات لكن إيجابياته مثل الخمر الله سبحانه وتعالى لما جاء يتكلم عن الخمر والميسر قال فيهم منافع للناس الخمر والميسر فيهم منافع لكن القاعدة ويش جات جات من بعد ولكن ضررهم ما ضرر انتاحهم أكبر من نفعهم اليمين المتطرف عنده في بعض الجوانب خاصة في قضية حماية الأسرة إلى حد ما في بعض الجوانب القليلة وإن كان مش اليمين المتطرف الفرنسي اليمين المتطرف الغربي عموما مثلا في إيطاليا في إيطاليا عندهم قضية الأسرة مقدسة وهذا مهم والمسلم يشترك معهم في قضية احترام الأسرة وتقديس الأسرة ومهم جدا لكن في الجوانب الأخرى كوارث إذن لمن سألوني لو كنت أنا في فرنسا وعندي حق الانتخاب نروح للانتخاب وأنتخب من الجمهة الشعبية هذا الجناح اليساري وأيضا في الجناح اليساري إذا كان عندي خيار نختار اللي هما أقرب وقضية غزة أظهرت ذلك ونظن في هذا الموضوع ما يعرف في الفرنسان سوميز هي الأقرب لنا جميعا ترجمة نانسي قنع